متابعيني جميعاً على قناتك اليوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن التحديث الجديد من موقع Luma Labs Dream Machine كنتكلمت عنه من قبل وهو موقع من المواقع اللي بتولد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي الإصدار الجديد 1.5 إيه الجديد اللي فيه؟ على رغم أن أنت ممكن تبصي الفيديوهات تقول لا يعني أنا مشايف فرق يعني هو عبارة عن تيكست لفيديو أو بيولد فيديو بالذكاء الاصطناعي إيه الجديد؟ الجديد لو أنت ركزت في الفيديوهات اللي بتنشئها بالإصدار الجديد إنها بتكون وقعية أكتر الموشن أو الحركة ومتابعة الحركة أفضل فيه فهم سريع للبرومت أو الأمر ومش ممكن أبداً إن إحنا نغفلها أو نهملها في المواقع اللي بتولد فيديو بالذكاء الاصطناعي بتكون مهمة جداً جداً زي ما كنا من قبل بندور على المواقع اللي بتنتج لنا صور بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش أخطاء أيضاً من المهم جداً إحنا نركز على المواقع اللي بتنتج لنا فيديو يقدر يفهم الأمر اللي احنا بنحطه أكتر تكون الصور وقعية أكتر يكون متابعة الحركة أفضل أو الموشن أفضل فيها لومالابس دريماشين تعتبر شركة جديدة وناشئة يعني هي ظهرت في شهر يونيو 2024 هذا العام يعني ولكنها في وقت قصية لقدرت إنها تعمل تطور كبير جداً على الموادل الخاص بالذكاء الاصطناعي عندها علشان كده بدأت تنافس بقى رانوي وتنافس كلينغ وتنافس صورة وتنافس بكلاب وكل هذه المنصة تعالوا بشكل عملي نشوف جودة الفيديو اللي طالعة من لومالابس دريم ماشين بعد التحديث الجديد اللي تم وهو إصدار 1.5 أول حاجة هبتدي إن أنا أدوس على try now المفترض إن إنت لك أكاونت لو كنت جربته من قبل هبتدي هنا أحط التكست بتاعي في enhance prompt إن هو يزبط لي البرومت أنا بحب إن أنا دايماً إن أنا عملت شك على enhance prompt إن هو يزبط لي الأمر نفسه بشكل بيطلع لي بيه النتيجة كويسة وفيه كمان ممكن أعلم على لوب علشان الفيديو يفضل شغال ما يقفش مثلاً بعد الوقت بتاعه ما يخلص وبعد كده هبتدي إن أنا أدوس enter علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي لو تفتكروا دي فيديوهات احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده لما كنا بنشرح الموقع تم إنشاء الفيديو بتاعي هوا تعالوا كده نبص على الفيديو بتاعنا على screen جودته عالية جداً هنا كنت عايزة سلحة مائية تحت المياه وهو عطهالي بشكل جيد جداً الحرام هنا لو أنت عايز تعمل extend فيديو يعني عايز تطول المدة بتاعه الفيديو شوية extend your video 5 seconds هنا برومتتو extend generation with هنا أنا يعني إيه قلت له خليها تسبح في المياه أنا هنا بحقول أن أطول المدة بكمان خمس سواني هنا هو بيبتدي يعملي extend لي الفيديو بتاعي الموجودة طبعاً ده الفري بلان ونشوف كده هو ممكن يديني إيه أولاً هو بيديك كل شهر 30 30 generations أو 30 video no commercial use ما فيش استخدام commercial أنا بصراحة الحتة دي شوية إلى حد ما أعتقد لو أنت استخدمته عليه الووتر مارك في الcommercial use يعني بتستخدمه علشان تعمل به أعلانات لمنتجات مثلاً أو حاجة كده يعني ده اللي أنا بتوقعه يعني ما أعتقدش لو ممكن يكون فيه مشكلة لو أنا استخدمته على اليوتيوب في إنشاء محتوى فيه بقى بلانز تانية في الستاندر في اللايت في البلاس في البريمير في البرو على حسب طبعاً استخدامك فهو مش مجاني كده مفتوح لأ هو إنت ليك 30 generations per month فاخد بالك إنت حتخلص 30 استهلاك بتوعك خلاص كده حتبتدي أن إنت لازم تنقل على الخطة اللي بعدها ده بالنسبة لي الموقع بتاع النهاردة من ناحية البلانز وحرجع أول إحنا بنحاول نستفيد من الخطة المجانية قدر الإمكان ونجرب مواقع كثير لحد ما بتستقر على الموقع اللي بتحس إنه بيديك النتيجة المطلوبة حرجع بقى مرة تانية علشان أشوف إنشاء الفيديو اللي عمله إكستند عايز أشوف الإكستند بتاع الفيديو بتاعي أهو هنا الفيديو هتلاقيه طويل مدته طويلة زي ما إحنا شايفين ممتاز بصراحة أنا عاجبني لو خدت بالك في الإكستند في بعض الأحيان كان بيبقى الحركة مش مظبوطة قوي تعالوا كده نبص على الفيديوهات القديمة عشان يعني تقدر أنت تقارن أنا عايزك تبص على الفيديو ده الشخص اللي قاعد مثلا هنا في تنزه اللي هو قاعد فيه هتحس إن الحركة لا الحركة مش بنفس قوة الموشن الموجودة في فيديو النهاردة نفس الكلام بالنسبة للتايجر ده فيديو قديم أنا حاخد ده وأنشئه بقى بالإصدار الجديد حاخد الكلام ده كابي كده وتعالوا نرجع مرة تانية ونعمل مع بعض نفس الموضوع ولكن هستخدم الأمر ده بالفيرجن الجديد اللي هو 1.5 ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي هل الجود أفضل ولا لأ ده اللي هنشوفه مع بعض هعمل بس لوب وحبتدي هنا أنا عمل انتر ونشوف كده يا ترى النتيجة هتكون عاملة إزاي من المهم جدا أنت تقارن ما بين التحديثات وتشوف علشان تقدر تعرف إن هل هز الموقع فعلا بيقدم التطور المطلوب ولا هي إصدارات عملة تنزل وخلاص وإحنا كإنديوزر بيهمنا النتيجة بتاعة الفيديو عشان كده لازم إن احنا نجرب دايما باستمرار التحديثات الجديدة للمواقع اللي انت كمان بتستخدمها بشكل على طول مثلا زي موقع زي موقع زي موقع زي في الصورة وفي الموشة موقع زي رانوي موقع زي بيكالاب انتهى الفيديو الجديد يعني هنا ده وصف دي إن هو بيصيب الأثار بتاعته وهو بيتحرك حاجة فيه منتهى الجمال بصراحة فأنا شايفة إن النتيجة هنا ممتازة تماما عن النتيجة اللي من قبل واللي ظهرت قدامكم من شوية تعالوا بقى نجرب حاجة أخيرة مع بعض النهاردة وهي الكتابة داخل الفيديو ومن المفترض إن هذا الموضل بيقدي الغرض ده إن انت ممكن تحط جوة كتابة داخل الفيديو لو انت عايز تكتب جملة معينة فاحنا عنا نقوم بتجربة الموضوع ده ونشوف هل فعلا ممكن يقديني نتيجة كويسة ولا لا ده اللي حنعمله مع بعض دلوقتي أول حاجة هبتدي روح هنا أكتب الأمر شخص واقف ماسك بانر مكتوب عليها اللوورلد يلا بينا نشوف النتيجة حتكون عاملة إزاي بس هفعل الانهانس برومت واللوب وحبتدي إن أنا أدوس انتر وحنشوف النتيجة هل فعلا حيديني كتابة واضحة جوة الفيديو ولا لا ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي الفيديو خلاص تعالوا كده نبص عليه هل هو فيديو مش عارفة لي أنا حاسة إن هو مش فيديو أنا حاسة إن هو صورة يعني أو فيديو مفوش حركة بس مفوش حركة أعتقد إن إحنا ممكن لو عملنا ممكن نحنا مثلا نقول زماني يلوح بالهلول بس الهلول بصراحة مكتوبة صح يعني ودي الميزة اللي فيها بس فلوكس ممكن يعمل لنا الموضوع ده مفيش أي مشكلة فيه بشكل عام أنا لسه شايفة إن موضوع الفيديوهات اللي فيها كلام ممكن تاخد منه وقت شوية ولكن ممكن نبقى نجربه ونشوف كده ياريت تعملوا اكستاند لحاجة فيها الكتابة لأن أنا وصلت للفور جينريشنز في لامت بردي آه أنا ليا 30 جينريشنز في الشهر ولكن إنت ليك أربع فيديوهات بردي لازم تكون واخد بالك من النقطة دي ياريت تعمل اكستاند كده أو تجرب تعمل فيديو بالكتابة وتقول لي رأيك إيه أو الكومنت بتاعك إيه أو الفيدباك بتاعك إيه ياريت أحب إن أنا أعرفه في التعليقات دي بس على الشاشة ده بالنسبة لي Dream Machine 1.5 تحديث الجديد جودته علي حرجعتني أقول إنت ليك 30 جينريشنز بير مونث استغلهم واستفيد بيهم لأن زي ما انت شايف الووتر مارك مش مشكلة كبيرة قوي أيضا في هنا عندك حاجة اسمها البرومت جايد البرومت جايد تقدر أنت تبص على إزاي بتكتب الأمر داخل لومة Dream Machine مع الوقت احترفت كتابة الأوامر كل موضل وطريقته أيضا في كتابة الأمر ممكن يكون بشكل عام الأمر واحد اللي ممكن نكتبه ولكن طبعا لو أنت قدرت تعرف التابس كده زي ساعات ما بنشوف بيحطوا فيه الفيد بتاع كل موقع الأفضل الحاجات اللي تم إنتاجها بهذا الموضل بيبقى اتبع التابس واتبع طريقة كتابة الأمر الخاصة بالموضل نفسه أتمنى تكونوا استفدتوا بفيديو النهاردة والتحديث الجديد من Dream Machine 1.5 فأشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشفونا الأول مرة واللي متابعينا الأعزاء ما تنساشوا اللايك والشير والكومنت ده أكيد بيساعدنا إن إحنا نقدم كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته